القدس تيفي عيش الخبر أينماكن أولبانا هو حي في مستوطنة بيت إيل يقع في سفح جبل أغراطيس الواقع على أرض قرية دور القرع حكمت المحكمة بهدمه بعد أن رفعت محبوبة قضية على المستوطنة وأثبتت أن الأرض التي بنيت عليها هي أرضها هذا كوشان قطعتي هذا ملقية خاصة ومن الإسرائيليين طالع من الإدارة المدنية يعني من عندهم عرضوا أموال علي وعرضوا علي مصاري وعرضوا علي شكا مفتوحا وعرضوا علي كثيرا وبجزء نشرت في جريدة الكدس عن الشك المفتوح وبجزء قرأته في السابق عرضوا علي تبديل أراضي وعرضوا علي تبديل أسرة يعني عرضوا علي في شكلات أني أنا ما باملكها يعني ما باملكها روحة فاوض سياسي أنا مواطن عادي بديها لكتعة أرض وما إلي في هذا بدأ المستوطنون بالرحيل شيدت المباني وظللت ليس بكل هذه السهولة حرق تشويه وتهديد وعروضوا المغرية قدمت للتنازل عن الأرض لكن رمشا لم يرف لخالد أول يوم أو الثاني شلت المرأة على المستشفى بالعلم أني أنا يعني لما أخذتها وحطتها في السيارة الصغار الثانيين ما كدروا يقعدوا في البيت خايفين في بنت اسمها شيماء عندي ست سنوات كانت يعني خطمتين إن أحجى واحد ما حنكلها شيماء تبول لا إرادي على حالها بدك تكيم زوجتك اللي عندها انهيار عصبي طبعا وتأخذ ولادها الصغار لأنهم لا بأمنوش إلا يمشوا معاي محبوبة مثال لمرأة فلسطينية حلمت بأن تعود لتزرع الأرض بكيوم العنب وأشجار الزيتون لكن الأيام مرت وتوفها الله قبل أن تأخذ حقها فكان آخر ما أوصت به ابنها الأرض يعني حلمها كان الساعة ترجع تجيب منها عنب وتين وتزرعها كمح وشعير يعني كانت مزارعة جدا وهي تلمت لما مرضت وعطتني الوكالة قالت لي أنا وصيتك الأرض لنك ترجعها وتزرعها وتبني فيها أنت أولادك هي طلعت لها محبوبة وكسبت القضية محبوبة ورفعت القضية محبوبة وأنا تبعت وصية أمي وحظل نمتابع وصية أمي مهما كلف الثمن هذه الأرض آخر ما أوصت به محبوبة وبالقانون استطاع ابنها أن يأخذ أمرا باسترجاعها وإخلائها من المستوطنين رغم كل المضايقات التي تعرض لها وما بدي حق ورم طالب لتلفزيون القدس لما أبو هلال قرية دور القرع تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر ترجمة نانسي قنقر شكرا